السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله يا أبنائي درسنا اليوم كيف يمكن أن نصنف الحيوانات عندنا النشاط اليوم بناخذ فيه مجموعة حيوانات وبنتعلم التصنيف بنتعلم كيف ممكن نصنفهم وبنصنفهم بعدة طرق طيب نشوف في البداية درسنا وين بنكون بنكون مع بعض بصفحة اثنين وخمسين بناخذ مجموعة من الاستفسارات أو من الأسئلة أو من التمارين على هذه الصفحة وأيضا بصفحة ثلاثة وخمسين بناخذ النشاط الاستقصائي اللي عندنا هنا نبدأ مع بعض بصفحة اثنين وخمسين بالكتاب بغلاف الكتاب نشوف عندنا بالصورة مخلوقات وأشياء كثيرة والشي بالتفصيل نبغى نفصلها وامتازين عندنا مخلوقات حية مثل ماذا؟ مثل الفيل مثل الزرافة امتازين ها؟ مثل الله يكرمكم حمار الوحشي مثل النباتات طيب نبغى نسمي أشياء غير حية بالصورة عندي أشياء غير حية يا سلام عليكم مثل الهواء اللي موجود مثل الماء من الأشياء الغير حية مثل التربة وشي الفرق بين الأشياء الحية والأشياء الغير حية؟ بتزين المخلوقات الحية قلنا لها مخلوقات حية لأنها تستغذى وتنمو وتكبر بتزين وتتكاثر تنتج أفراد جديدة بينما الأشياء الغير حية مثل الماء مثل الهواء مثل التربة مثل الحصى الحجران هذه كلها أشياء غير حية لا تتغذى ولا تنمو ولا تكبر ولا تتكاثر ما تجيب أفراد جديدة عشان كده سميناها أشياء غير حية طيب نشوف مع بعض يقول سم الحيوانات التي نشاهدها عندنا حيوانات بهالصورة نبين نسميها مثل إيش متزين عندنا الزرافة من المخلوقات الحية من الحيوانات أبغى حيوانات ثانية متزين عندنا إيش الفيل الفيل من الحيوانات اللي موجودة بالصورة أيضا عندنا إيش يا سلام عليكم الحمار الوحشي هذا هو الحمار الوحشي المخطط متزين أيضا عندنا بالصورة من الحيوانات النسر وإنه بالصورة هذا هو فوق اللي لاحظوه ممتزين طيب وكلكم إن شاء الله ممتزين إذن هذه الحيوانات اللي موجودة عندنا بالصورة طيب هل هذه الحيوانات هل تتشابه هذه الحيوانات أم تختلف الحيوانات هذه تتشابه أم مختلفة ممتزين في تشابه بينهم وأيضا في اختلاف يتشابهم فيش متزين كلهم مخلوقات حية تتغذى بعضها يأكل عشب وبعضها ممكن إيش يأكل لحوم مثل النسر و إذا تغذت تنمو وتكبر وأيضا تتحرك تنتقل من مكان وإذا تتغذت لمكان وأيضا ممكن تجيب أفراد جديدة نقول لها تتكاثر إذا كانت تجيبك أفراد جديدة نقول لها تتكاثر يختلفون فيش متزين ممكن يختلفون في الشكل الشكل الله يكرمكم الزرافة غير عن الحمار الوحشي غير عن الفيل يختلفون في الأحجام طيب نشوف معنا بالجدول نسوي جدول زي كذا نكتب هنا التشابه وهنا نحط معنا في البحيرة سميناها قلنا لا هذا اختلاف طيب الاختلاف فيش يختلفون الحيوانات اللي سميناها يختلفون في أحجامها فيه حيوانات حجمة كبير فيه حجمائش وسط ويختلفون في ألوانها لون الزرافة يختلف عن لون الحمار الوحشي يختلف عن لون الفيل كذلك بعضها يلد إذا جاي ينتجي أفراد جديدة وبعضها يبيض فالزرافة والحمار الوحشي والفيل يلد أو تلد هذه المخلوقات أو هذه الحيوانات أما النسر كيف يتكاثر كيف يجيب عياله يبيض فيختلفون فيه طريقة التكاثر فيه حيوانات منهم تلد فيه حيوانات منها تبيض طيب نشوف مع بعض ماذا يغطي أجسام هذه الحيوانات هذه الحيوانات شي يغطي أجسامها خلونا نأخذهم واحد واحد عندنا مثل الحمار الوحشي والزرافة وشي يغطي جسمها يغطي جسمها الشعر يغطي جسمها الشعر وش نكسد بيغطي جسمها زي الآن وشي يغطي أجسامنا الجلد خلاص فهي وشي يغطي أجسامها الشعر الحمار الوحشي والزرافة طيب الفيل وشي يغطي جسمه الفيل يغطي جسمه الجلد متزين طيب النسر وشي يغطي جسمه متزين يا سلام عليكم يغطي جسمه الريش يغطي جسمه الريش هذه مجموعة من استفسارات اللي أخذناها على صفحة 52 نجي مع بعض بصفحة 53 هذا النشاط الاستقصائي طيب نشاط استقصائي بنستكشف كيف ممكن نصنف الحيوانات يعني نقسمهم وعلى أي أساس تعالوا نشوف مع بعض يقول أصنف وش معنى أصنف يعني أقسم الأشياء ملابسي في الدولاب ما هي كلها كده ملخبطة البدلات مع بعض الثياب مع بعض الله يكرمكم الجزم مع بعض فأنا أصنف فإحنا هنا بنصنف الحيوانات يقول انظر إلى صور الحيوانات وين يصور الحيوانات هذه اللي موجودة عندي واحد أرنب ضفدع طائر ذبابة ثعبان وسمكة أضع الحيوانات في مجموعات يعني أقسمهم في مجموعات وأبين كيف أصنفها عندنا أرنب والضفدع والطائر وعند إيش الذبابة والثعبان والسمكة طيب نبي نصنفهم ش معنى نصنفهم يعني نقسمهم في مجموعات نقسمهم في مجموعات فمثلا خالد يبغى يقسم هذه الحيوانات اللي عندي الستة إلى مجموعتين طيب وش يا خالد المجموعتين هذه قال أبحط حيوانات اللي لها أرجل مع بعض والحيوانات اللي ما لها أرجل ليس لها أرجل أبحطها مع بعض هذا تصنيف خالد خالد يبغى يقسم الحيوانات بهذا الشكل طيب الحيوانات الحيوانات اللي لها أرجل بيحطها مع بعض والتي ليس لها أرجل بيحطها مع بعض طيب نبدأ نختار خلونا نبدأ نختار الحيوانات اللي محها رجل نحط لها إطار باللون الأزرق الغامق والحيوانات اللي ليس لها أرجل نضع لها ايش الإطار اللي باللون الأحمر نبدأ مع بعض الحيوان اللي عندي الأول اللي هو الأرنب لها أرجل ولا ليس لها أرجل ممتازين حيوان له أرجل إذا نحط الإطار اللون الأزرق يا سلام عليكم ممتازين الروح للحيوان الثاني الضفدع له أرجل ولا ليس له أرجل ممتازين حيوان له أرجل إذا نضعيش الإطار اللي باللون الأزرق طيب الطائر هل لها أرجل ولا لا لها أرجل قدمين إذا نحط أي إطار ممتازين الإطار الأزرق إذا مع المجموعة هذه طيب نجي لي الذبابة هل لها أرجل ولا لا ممتازين لها أرجل إذا أي إطار أضعه الإطار الأزرق ممتازين طيب نجي للثعبان الثعبان لها أرجل ممتازين ليس له أرجل إذا أي إطار أضع الإطار اللي باللون الأحمر طيب والسمكة هل لها أرجل لا ما لها أرجل اللي لها أزعانة فيه فنقول ليش نعطيها الإطار الأحمر إذا خالد قسم الحيوانات هذه إلى مجموعتين حيوانات لها أرجل وحيوانات ليس لها أرجل كم حيوان لها أرجل يا سلام عليكم أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة لها أرجل واللي ليس لها أرجل كم اثنين الثعبان والسمكة طيب جيت صباء وقالت لا أنا أبغى أقسم هالحيوانات بطريقة ثانية بصفات ثانية وشي يصباء قالت صباء أبغى حيوانات تلت وحيوانات تبيض تتكاثر بالبيض الحيوانات اللي تلت نضع إطار أزرق والحيوانات اللي تبيض نضع لها إطار أحمر طيب نشوف الأرنب يلج ولا يبيض قالت صباء أنه لا الهرنب يلج إذن نعطيه إطار الأزرق والضفدع هيا صباء الضفدع يلج ولا يبيض قالت الضفدع يبيض إذن نحط الإطار الأحمر طيب والطائر كيف يتكاثر كيف يجيب عياله يتكاثر بيش تزين في البيض إذن نضع الإطار الأحمر وحندنا الذباب كيف يتكاثر كيف يجيب عياله بواسطة البيض فأيضا نعطيه الإطار الأحمر طيب والثعبان من الزواحف يزحف كيف يجيب عياله وكيف يتكاثر كيف يزيد عددهم بالبيض إذن أيضا نضع إطار باللون الأحمر طيب بقي عندنا السمكة كيف تتكاثر السمكة كيف تنتج أفراد جديدة أيضا بيش بالبيض إذن نعطيه إطار أحمر سألنا صبا كم حيوان يلد؟ قالت حيوان واحد وكم حيوان يبيض؟ خمس حيوانات واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة هذا هو التصنيف أني أقسم الحيوانات أو الأشياء إلى مجموعات بس لازم أختار صفة لازم أختار صفة معينة عشان أقدر هالحيوانات أو هالأشياء اللي عندي أقسمهم نشوف الآن تقسيم جديد مع من؟ مع فيصل فيصل شي يقول؟ يبغي يصنف هذه الحيوانات إلى قسمين يقول عندي حيوانات تطير تأخذ الإطار اللون أزرق وحيوانات لا تطير تأخذ الإطار الأحمر تعالوا نشوف مع بعض الأرنب نبدأ بالأرنب هل الأرنب يطير أو لا يطير تزين الأرنب لا يطير الأرنب يقفز لكن لا يطير فنعطيه الإطار اللي باللون الأحمر حيوانات لا تطير طيب الضفدع منتزين الضفدع أيضا حيوان لا يطير يقفز نقول يأخذ الإطار اللي باللون الأحمر طيب الطائر اللي عندي ممتازين يطير له جناحين يقدر ينتقل من مكان الأماكن بعيدة في أخذ أي إطار الأحمر ولا الأزرق يأخذ الإطار الأزرق ممتازين لأنه حيوان يطير طيب والذبابة الذبابة لها جنحان تطير تقدر تنتقل بواسطة الطيران نقول تأخذ أيضا الإطار الأزرق طيب الثعبان ممتازين لا يطير يزحف في أخذ أي إطار الأزرق ولا الأحمر ممتازين يأخذ الإطار الأحمر لأنه حيوان لا يطير والسمكة أيضا السمكة لا تطير تأخذ أيضا الإطار الأحمر إذن فيصل قسم الستة الحيوانات قال عندي كم حيوان يطير اثنين حيوانين يطيرون وكم حيوان لا يطير قال السلام عليكم أربع حيوانات هذا نسميه تصنيف تقسيم زميلتكم سارة قسمت غير قالت أبو أقول حيوانات حجمها كبير وحيوانات حجمها وسط وحيوانات حجمها صغير قسمت ثلاث مجموعات فحطت الأرنب من الحيوانات اللي حجمها كبير وقالت الضفدع من الحيوانات اللي حجمها وسط أما الطائر أيضا وضعته مع الحيوانات مثل الضفدع في الحجم الوسط لكن الذبابة قالت لا أحطها من الأحجام الصغيرة ممتازين أحطها من الأحجام الصغيرة الثعبان حطتها من الأحجام الكبيرة اللي عندي بالصورة والسمكة حطتها من الأحجام الوسط إذن كم حيوان عندي حجمه كبير هذا التقسيم سارة تقسيم سارة عندي حيوانين أحجامهم كبيرة وكم عندي حيوان حجمه وسط عندي واحد اثنين ثلاثة حيوانات وكم حيوان حجمه صغير حيوان واحد شفنا قبل شوي بعض زملاكم قسموا الحيوانات إلى مجموعتين وسارة قسمت إلى ثلاث مجموعات نختار الصفة ثم نقسم نختار الصفة ثم نقسم اللي عندنا الأشياء اللي عندنا طيب نرجع للكتاب ماشي يقول أتحدث إلى زميلي عن مجموعات الحيوانات ما المجموعات التي صنف زميلي فيها الحيوانات أتكلم فيها مع الزملائي مثل قبل شوي شفنا سارة وفيصل وصيبة وكيف أنهم ميش قسموا الحيوانات إلى مجموعات وكل واحد تقسيمته تختلف عن الآخر لأنهم أختاروا الصفات مختلفة مختلفة في أحد من الطلاب أختار تطير ولا تطير في شخص آخر قال لا أفقسم الحيوانات إلى التكاثر حيوانات تلت وحيوانات تبيض زي ما شفنا سارة قالت لا أفقسم الحيوانات حسب حجمها كبير وسط وصغير طيب أقارن فيما تتشابه مجموعاتي ومجموعات زملائي وفيما تختلف نشوف التشابه كلهم كلهم اللي قبلوا شوي فيصل وصيبة وسارة كلهم قسموا الحيوانات إلى مجموعات هذا التقسيم نسميه تصنيف هذا التقسيم نسميه تصنيف هذا يتشابهون فيه طيب فيش يختلفون الطلاب اللي قبلوا شوي بايش اختلف تصنيفهم اختلف تصنيفهم انه كل واحد اختار صفة كل واحد منهم اختار صفة او اختار خاصية فبعضهم اختار حيوانات تلد وحيوانات تبيض بعضهم اختار حيوانات تطير وحيوانات لا تطير وبعضهم أختار حيوانات أحجامها كبيرة وأحجامها وسط وأحجام صغيرة إذن هذه نسميها صفات أو نسميها خواص لكل مجموعة نبغى نقسمهم له طيب نشوف مع بعض بنفس التمرين استكشف أكثر استكشف أكثر مش يقول أفكر أصنف أفكر في الحيوانات التي تعيش على اليابسة كيف يمكن أن أصنفها أجيب حيوانات عندي السحلية تعيش على اليابسة عندي أيضا الخروف متزين اليعسوب الديدان البقرة والنحلة هذه حيوانات تعيش في اليابسة وشي الفكرة؟ نبغى نصنفها وش معنى نصنفها؟ متزين يعني نقسمها طيب اختاروا صفات ممكن نصنفها حسب أحجامها نقول حجم كبير وحجم وسط وحجم صغير هذه الخواص خاصية التقسيم وممكن نختار نقول إيش؟ يا سلام عليكم حيوانات فقرية يعني لها عمود فقري لها عظام وحيوانات لا فقرية يعني ما لها لا عمود فقري ولا لها عظام وممكن نقول حيوانات إيش؟ تلد وحيوانات أتبيض تعالوا نشوف زملاكم وش اختاروا؟ عندنا خالد قسم الحيوانات ليش؟ قال عندي حيوانات فقرية مش معنى فقرية؟ يعني لها عمود فقري هذا العمود الفقري خلاص هذا العمود الفقري اللي في الظهر ولا لها عظام؟ وقال المجموعة الثانية بحطها حيوانات لا فقرية الفقرية تأخذ اللون الأزرق واللا فقرية تأخذ اللون الأحمر تعالوا نشوف السحلية فقرية أو لا فقرية؟ ممتازين السحلية فقرية تأخذ اللون الأزرق الخروف ممتاز من الحيوانات الفقرية يأخذ اللون الأزرق اليعسوب من الحشرات لا فقري إذن يأخذ اللون الأحمر الديدان ما فيه عظام ولا فيه عمود فقري إذن تأخذ اللون الأحمر حيوان لا فقري البقرة حيوان فقري لا عمود فقري ولا عظام إذن تأخذ اللون الأزرق والنحلة ما لها عظام ما لها عمود فقري إذن تأخذ اللون الأحمر حيوان لا فقري إذن عندي ثلاث حيوانات فقرية وثلاث حيوانات لا فقرية نشوف الآن بتقسيم زميلتكم إيش صبا قسمت الحيوانات الستة هذه لمجموعتين حيوانات تطير وحيوانات لا تطير نشوف مع بعض السحلية ممتازين حيوان لا يطير يأخذ باللون الأحمر طيب والخروف من الحيوانات أيضا التي لا تطير باللون الأحمر واليعسوب يا سلام عليكم من الحيوانات التي تطير نحط لها اللون الأزرق الإطار الأزرق طيب أدودة من الحيوانات التي أيضا لا تطير يا سلام عليكم البقرة أيضا من الحيوانات التي لا تطير وعندنا النحلة حيوان يطير وينتقل من مكان إلى مكان إذن عندي صيبا قسمت الحيوانات إلى قسمين تطير ولا تطير عدد الحيوانات التي تطير حيوانين وعدد الحيوانات التي لا تطير أربعة في درسنا هذا تعلمنا كيف نصنف الحيوانات نختار الخاصية أو الصفة ونقسم تحتها الأشياء التي نبغى نقسمها إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه في أمان الله